موسيقى مرحبا بكم في حلقة جيدة من نايدا فوليوود ومخلاله سنتعرفه على حقيقة العديد من المغربة الناشئين في أمريكا والضيفة ديالي اليوم جات من كازا أمريكان تتقلب الحلم الأمريكي قبل ما تعيشوا وتصبح واحدة من أشهر مصممات الأزياء هنا إنها المغربية خادجة الشلة موسيقى خادجة مرحبا بك معنا في 360 أول سؤال فقاجتي أمريكان مرحبا بك سيمون نهر كبير هذا وشكرا للدعوة لت 360 أنا مغربية من كازا بلونكا ودوجت صغيرة وجيت على نيويورك ومن بعد تحولنا لسانجليس وتقريبا 25 عام وأنا ساكنة هنا أشت هنا كثير ما أشت في بلادي والصراحة بغيت نقول لك واحد الحاجة أكثر حاجة عجباتني في المريكان أن الواحد يلا بغي يقرأ وبغي يدير شيء كاريير في أي وقت في حياته كي يقدر إلا كانت عنده الرغبة وأنا من هذه الناس اللي خطريت أن ندرس وفعلا التحقت بجامعة أمريكية واخذيت الباتشور دوكري في إدارة أعمال وشتغلت مع شركة تأمين المعروفة الأمريكية نيويورك لايف عشر سنين ودلت الفلوس بزاف ولكن صراحة أنك تكن نحس مشيدي لكاريير اللي غم بقى فيها حياتي كاملة كيفاش تغطي لعلم الزيالة؟ صراحة أنا كنت عندي الفكرة مليكن صغيرة كنت نشوف الواليدة ومتون تكي يقلصوا تيخدموا التريكو وتيقلصوا على أتاي والغوتاي وأنا كنت صغيرة بزاف وكان كيعجبني أنهم سيصوبوا لذك شيء لولادهم يعني ما كانوش كيصوبوا الناس وحنا كنختاروا زعما الصوف في الصيف كل واحد كيختار لون تيصوبوا لنا التريكوات تيصوبوا لنا البينيز تيصوبوا لنا الليشال الليقات ولكن أنا زعما عمرني مدرة البخاتيك يعني كنت شوية كومانغار صون مون كازي زعية جزرة ما عنديش لا باسيونس نجلس نتعلم وكتكن لعب بزاف كنت سوبرتشارج عندي واحد طاقة كبيرة بزاف وتلعب مدراري بيونسو كان عزاليا سباغ مليجيت لهذه البلاد كتكن لقى صراحة صعوبة لقى ملابس والمناسبات اللي كتكن تتعرض فيها بريكزامبل مثلا الشيس انغوب خسني دائما ديلا نزيد ليمانش نغطي البواتخين نغطي الضهار نطولها وماكنش أنا الوحيدة اللي عندي هذه المشكلة يعني كتكن سمع سيدات كاملين عندهم هذه المشكلة يعني عربيات مسلمات وماكنش مصمم اللي يعني حطنا في الدرجة الأولى وحتى قاعد يلقيتي حوالي جيبينهم من دول عربية ودكشي ما كتكنش زع ما بون كاليتي ألوغ أنا حملت راسي المسؤولية وحسيس بأنه عندي ميسيون وبغيت نعوون راسي ونعوون حساهد لفام يعني ما يكونش عنده ماد المشكل وفعلاً لتحقت بمعهد تصميم الأمريكي إفاي دي أم بألي وباش نفهم يعني أنا اشنو كندير وصراحة الحاجة اللي جاتني فراسي هي أنه ندير قفطان مغربي عجبني بززاف ولكن درت عليه تغييرات درتو بلي مودار بلي سامبل باش ماشي ضروري أن المرات تكون مثلاً مغربية باش تلبسو اللي تخرج من المعهد تصميم بشوية بشوية بديتك ندير عروض في روس انجلس ودرت عرض في باري وجوني دعوات ندير عروض في بريكسيل وفي أبوضابي ولكن صراحة عرفت الدعوة لأنه أنا بغيت ندكز على هاد السيدات اللي كانين هنا وبغيت يعني نوصل لواحد الهدف أنه كل مرة تلقى ذاك الشي اللي بغات عندي أنا والحمد لله في 2017 و2018 الجميلة والصحفية الموديعة فيروس الكرواني سفيرة القفطان فليزوسكاغ لبست تصميم ديالي وعجبوها وكانت مرتاحة بحكم الخدمة ديال على الريد كاربيت وهذا شيء يشرفني بزاف ولكن أنا ما كانت سعاش مرة الشهرة بزاف ما كانت سعاش مرة السليبراتيز والإنفلوانسرز يعني أنا كنركز على مرة عادية بحالي بحالها وإن شاء الله كنركز عليه الهدف أهم حاجة رغم أنك في أمريكا بقيت متعلقة بالأزياء تقليدي المغربية كما قلت لك سيمون من قبل أنا اللباس المغربي كيعجبني بزاف وكان عارف اللبسه بكل تواضع وحتى الكليونت اللي كيجوا عندي كنعلمهم كيفاش يلبسوه كيفاش يخدموه على سانتور وليزا كسيسوار باش تكون يعني كيكون اللوك كامل وهما تتعجبوا مادليكس بغيانس وفيم ما كيجوا عندي كيقول يا اوحنا بغمشوا للمغرب باش نشوفوا هاد الشيء سامف في بليزير وعود ثاني أنا صراحة ما ما كنديرش قفطان تقليدي يعني أنا خديت منه عرش بيا وازتعلي باش رجعتو حادث باش قاع السيدات اللي كنين هنا قدروا لبسوه واش المعنى الأمريكية زيت لبس القفطان يعني كيني اللي كيعجبهم ولكن أش غضي نقول لك يعني الواحد باش يفرد المنتج دياله يعني إتنيش إنا نيش بمعنى أن هاد اللباس ديالنا اختصاص في اختصاص يعني كين واحد الفئة ديالناس اللي غير يلبسوه أم بلوس أنهم غريبي دات اختصاص ساعة وثاني ألوغ أنا كنشوف أنه صعيب أننا تفرضوا في بلاد فاتل ثمية وخمس وعشر مليون ناسا ما هو أكثر من مئة وخمسين جنسية شغضي نقول لك مصممين ديال العالم كامل خدامين عليهم ألوغ لكن هذا ما كي مناش لبسوه من عندي أمريكيات وجو عندي سيدات كانوا معروضين لأبو تابي وبغوا يلبسوه لباس مغربي كالكاميرو ما اسمعوا به ألوغ جو عندي ولبسوه وكان الفيدباك ديالهم أنهم حسوا برسم أنهم بحل الأميرات وصمم في بليزير لحظنا واحد اللمسة جد عصرية في الكولكسيون ديالك التالية أو مجموعة تصاميم ديال القفطان المغربي ديالك عودينا ليا صراحة يعني أنا دائما كمغين بالتال وكنسمع اللي كليون ديالي لأنه أنا عندي شروم بسانتخفيل وكيجوا عندي دي فام تعجبهم ليستيل ودائما كنسمع ليهم أشنو كيبغيو دونك كنركز بطبيعة الحال انت كتعرف حنا يعني هنا في القولدين ستيت يعني دائما 365 نهار تسكل الحرارة دونك دائما أنا كنركز على أن توب مثلا ما نديرش مثلا قفطان في عشرة مترو يعني تشيح الدماغة ديالبسو لا مرة أمريكية ولا عربية ولا أي أن كان على الوقت دائما خستك تركز على الناس أشنو كيبغيو وبثاف الناس طلبوني أن ندلهم دي كولور باستيل والحمد لله زع ما درت مجموعة والناس عجباتهم يعني كل شي كي يقول مجموعة رائعة تخي سامبل بطخو شارجي يعني أي مرة أيا كانت الجنسية ديالها يعني كنجرب أن تكون انتغناسيونال يعني مش محدودة الواحد الناس بواحدهم اللي قدروا يلبسوهم والحمد لله دائما كنسمع جود فيدباك اللي كي خليني كنتشجع وسنبقى دائما في التجديد لماذا تتندي بزاف على اللون الكحل في المجموعة تصاميم ديالك دي القفطن المغربي صراحة بينسوخ كل شي العالم كامل كيتتافق على أن الكحل هو ملك الألوان يعني ما تشف عد ما كيختالف على هاد الفكرة وأنا كيعجبني بزاف لأنه كنحس براسي كنم بداعفيه وتنعطي فيه كتر وما عنديش واحد الحدود كيفاش نقدر أن نصمم مجموعات ومجموعات باللول أسود يعني ذاك شي بقى عندي كتر من ذاك شي يشوفون الناس والحمد لله يعني يلقى واحد الإقبال بثاف حتى من المريكانيات عجبون بثاف وكما سيقولوا بلونجلي الواحد هز وان از نبر اوور جرس او اندر جرس او اندر جرس بمعنى بمعنى أن الواحد ما كيكون لابس كحل عمرو لمشى مثلا شي حفلة ما كيحش براسه أنه لابس بثاف يعني مضخم ولا لابس قل من أي واحد يعني كتكتب لاندي يعني في أي حفل كتبين المرأة إليغونت بالكحل فوالا هذك شي علش أنا يعني مغرمة بهذا اللون ما نقدرش نخرجه من المجموعة دائما كنجرب نزيد ونبدأ بشي حاجة كتر من هكا وبغيت نديره انترنسيونال يعني مشى ضروري تكون مرامش بلاد يعني أنا شفت الفيدباك وكل شي يعجبهم دونك ذاك شي علش دائما ناس أنا تعرفت بلونواها بثاف وان شاء الله غديشوفش حاجة جديدة وغتسعجب شو نعطي حديالك الفتيات المغربيات اللي باغن تاهو مع إنشحوا في عالم الأزياء وممكن باغن يجيوتاهم الامريكان ويرجعوا في حالك ناجحة في هذا الميدان أي واحد بغي يدخل لعالم تصميم أو أي مجال خصك تطيق فراسك لحقاشي لما تقطيش فراسك تشي واحد ما غدي تهيقك أولا ومن البعض خصك تكون كتبغي يعني هاد المجال اللي غد دخل ليه خصت تبغيه ويد باشن يعني من القلب ولافو تشيدو ما تخافش لحقاش غديكونوا صعوبات وغدي تقدر تتغلب عليهم لكتي كتبغي المجال اللي انت دخلت إليه سيغمو وما تخافش من تاشي حاجة يعني النجاح دائما كيجي بعد الفشل وبعد محاولات والواحد كيتعلم الأغلاط ما يعودهمش سيسير وغدي ما تخافش من اللي كريتيك نيغاتيف دائما غتلقاهم في طريقك فلا وركز على الهدف هو أهم حاجة باش تقدر توصل وسيسير إلي خدمتي على راسك وركزتي على لوكوتي بوزيتيف وانسيتي لوكوتي نيغاتيف غدي توصل وغدي تعطي أحسن ما عندك ودروري غدي تنجح وأنا كنت من النجاح لأي واحد كي يطمح ليه خديجة شكراً على هذا اللقاء وأنتم لك المزيد من النجاح والتألق كسفيرة القفطان المغربي هنا في كاليفورنيا مشاهدينا شكراً لتنسبقكم لهذه الحلقة وغيرتكم معجز جيد وسبوع جاي مع دائما وحدة أخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر